السلطات المحالية أعلنت أن عدد الأشخاص المفقودين في حرائق الغابات في جزيرة ماوي الأمريكية في هاواي بلغ 385 وأعلنت إدارة شرطة ماوي ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بأنه تم العثور على أكثر من 3000 شخص آمينين والذين تم الإبلاغ عن فقدان مصيرهم سابقاً وتم الكشف عن أسمائهم حرائق الغابات التي بدأت في الثامن من شهر غشت المنصرم واشتعلت فيها النيران في بلدة لهاينا المطل على المحيط في جزيرة ماوي أدت إلى مقتل ما ليقل عن 115 شخصاً مما جعل الحرائق واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ هاواي وأكثر حرائق الغابات فتكاً في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن إدارة الطوارئ في جزيرة ماوي كانت قد دفعت عن قرارها بعدم إطلاق سفارات الإنذار أثناء حريق الغابات مؤكدة أنه كان من شأن استخدامها أن يدفع السكان إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى مكان الخطر مدير وكالة الطوارئ صرح أن ماوي اعتمدت بدلاً من ذلك على نظامين مختلفين للتنبيه أحدهما يعتمد على إرسال رسائل نصية للهواتف والآخر هو بث رسائل الطوارئ على تلفزيون وفي الإذاعة